سالجمهور الذين شقعوا الحوثين لماذا لا تستقبلونهم في مأرب وتنسقوا معهم للخروج بشكل آمن إلى مأرب لينضموا في صفة شرعية ويقاتلوا الإمامة شوف نحن لو نظرنا للصورة يعني إجمالا مأرب هي العاصمة التاريخية لليمن وهي صفحة المجد والتاريخ التليد ومع الأسف أن النظام السابق يعني بشخوصة أذل مأرب وأضعفها وشوهها واليوم بحمد الله مأرب هي من ستعيد لليمن توازنه ومأرب هي من تحتضن اليمن بدون تفرقة ومأرب هي من أعادت التوازن للشرعية وأعادت كينونة اليمن وشيء من احترام قبائل اليمن ورجال اليمن وشخص اليمن واحترام مأرب وسبا مأرب اليوم هي بمثابة صنعاء بالأمس وهي ترحب بكل من أثى من أبناء اليمن من أي مكان ومن أي شريحة ولا يوجد عندنا لا خطوط حمراء ولا صفراء ولم نغلق مأرب بأي حال من الأحوال حتى المقدرات التي تقدم من مأرب غاز نفط بتوصل عندهم وبيبيعها وبيشلف للسيدات والأهل مأرب فبحمد الله أن مأرب أصبحت لأولئة العروبة ولأولئة اليمن وعنوان إمبراطورية وشموخ وعظمة اليمن سبأ ومن إليها المؤتمر يوم في صنعاء بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة لشائع أنت لا يجب أن تتحدث عن المؤتمر حصرا وإنما تحدث عن صنعاء ومن في صنعاء إجمالا اليمن بحاجة إلى إنقاذ وصنع عاصمة اليمن وكينونتنا التاريخية والسياسية والاجتماعية فالشرعية هي في الطريق إن شاء الله والإعداد جاري والطرف الآخر مهما بلغت قوته فهو كل يوم يضعف أكثر وكل يوم يتعرى أكثر الآن لا اتصال بينه بين القواعد الشعبية سواء للمؤتمر أو قواعد حتىه يملك القوة صح يملك الاندفاع صح يملك القدرة على الحجد صح ولكنهم ستأكلهم الأيام لأنهم ليسوا قابلين للديمومة لا مفكرهم ولا مشروعهم ولا تصرفاتهم نعم فالأمر إن شاء الله صنعاء إن شاء الله قريبا سنكون فيها واستشهاد الرئيس السابق علي عبدالله الصالح بهذه الصورة وهو منه يعني وهي منطقته وسيعجل باستعادة الدولة واستعادة عاصمة البلد وإعادة الأمور إلى نصابها هل ستتركون المؤتمر الشعبي العام كذا يذوق الولاد تحت السطوة الحوثين في صنعاء وغيرها من المحافظات أم هناك خطة من الشرعية لإنقاذ مؤتمر الشعبي العام والتحرير صنعاء عاجلا من سطوة الميليشيا الحمد لله الشرعية هي حققة الكثير نحن الآن في لثائل يمن بحوزة الشرعية والمؤتمر الشعبي العام مكون أصيل من مكونات الحياة السياسية والاجتماعية التي ألفها اليمنيون وحزب عريق وحزب له بصمات مجتمعية وقناعة أنه أكبر حزب على مستوى الساحة اليمنية وحزب وسطي للم يصل إلى مرحلة القطيعة مع أي ينكا لا كشخص ولا كمكونات أو كيانات واليوم لن نترك المؤتمر أنا أتحدث وأنا على يقين أن الرئيس ونائبه وهم من المؤتمر الشعبي العام لن يترك المؤتمر وسيعاد المؤتمر بعقلية شابة وتحت مظلة الأخ رئيس الجمهوري ونائبه وسيكون له دور كبير في إعادة التوازن لليمن وإعادة مقدرات الدولة ومؤسسات الدولة استعادة الدولة شكرا للمشاهدة